منوارنا كافتا التحيلي حاولنا نتكلم الثالثة في موضوع التحيلي ده مهم قوي لان دي بقت زاهرة يعني اختلطت على البعض انا بقول التحيلي كابتن اعني ايه التحيلي كابتن التحيلي يعني فيه لعب بيحاول ياخد حاجة هي مش من حق سريعا كده اربع عناصر للتحيلي بنتكلم فيهم بنفهمهم الحكام دايما بنقول لهم عنصر مهم قوي اول عنصر فيه التحيلي ان اللاعب بيدخل منطقة الجزاء مايبقاش فيه تلامس خالص وبيخش يعمل السكوت وبالتالي ده اول نوع من نوع التحيلي النوع التاني وده طبعا بيعقب علي القانون بيركل حرق المباشرة والسلوك الغير رياضي وبطاقة صفر تاني حاجة بنكلم فيها وهو اللعب المهاجم بيحاول استغلال التلامس يعني اللعب يحط ايديه المهاجم يعني هو بيستغل التلامس بسيط او بيعمل سكوت وبالتالي ده نوع تاني من التحيلي يعني قلنا اربع انوان التحيلي التحيلي التالي ده كابتن ودي اعتبرات بنقولها للحكام ليه عشان يشتغل عليها عشان لم يجد بطاقة صفرة تبقى بطاقة مستحقة تالت نوع من التحيلي ايه هو ان اللعب المهاجم هو اللي بيصنع المخالف يعني ايما شو انت كنت مهاجم تدخل منطقة الجزاء انت اللي بتودي رجلك ناحية المدافع انت اللي بتوديها ناحية المدافع عشان ايه عشان يحصل السكوت عشان الحكم يديك حق مش من حقك اخر حاجة مهمة جدا ان المهاجم توقع خطأ المدافع ايما شو داخل وتتوقع ان في خطأ المدافع فبتعمل السكوت وبالتالي دول اربع انواع من التحيلي بنقولهم لحكامنا في النهاية بنقولهم ايه لو ما فيش تلامس خالص خلي اللعب يتواصل افضل انك انت تدي بطاقة صفرة او بطاقة حمراء تعمل مشكلة للعب ده بس انا حبيت اقول مفهوم التحيلي ونقول كمان فاذكر للحكام ان دي بقى الظاهرة وفيها مشاكل كتيرة جدا اتمنى ان شاء الله ما تتقررش بعد كده في المباراة اللي جاي السؤال هنا الحكام الدوليين او الحكام اللي عندهم خبرات مش عارفين يعنيه التحيل كابتن بوس احنا كنا في لجن حكام اللي كنت شغال كنا دايما بنشتغل كابتن ايمن حتى بنشتغل حتى مع الحكام الدوليين لازم تشتغل في الملعب وتجيب العاب زي اللعبة كده ونجيب العاب ونجيب فريقين ونخليه ينزل يحكم ونخليه يعيش المواقب ده كلها نفكر وذكر وذاكر وذاكر كابتن النهاردة الحكام اللي مش هيكتهد ويهتم ويركز يعد طب الاستاذنا حدرتك سريعنا كابتن نقول بس التشكيل للنادي الاهلي تشكيل للنادي الاهلي للمباراة اليوم مصطفى شبير لحراس المرمى ومحمد هاني زهير ايمن عمر كمال عبد الواحد زهير ايصر وقلباي الدفاع رامي ربيعة محمد عبد المنع سلاتي خط الوسط اكرم توفيق مروان عطية امام عشور اكرم توفيق مروان عطية وامام عشور وسلاتي المقدمة هيبقى حسين الشحات ونحية اليمين هيبقى ريدا سليم ورأس الحربة وسام ابو علي حسين الشحات ريدا سليم وسام ابو علي كل التوفيق النازل الآن النهاردة ان شاء الله لتحقيق الفوز احنا كده قلنا جماعة التحايل ما تديش بطاقة صفرة الى لما يكون ما فيش تنافس خلص يا جابت انما فيه تنافس او فيه احتكاك لا دي ما فيش فيها نظار انا بس حبيث اخلخص من قلال قناة الاهل احنا بنشرح لحكامنا اللي يمكن ما عندهمش الخلفية او اللي هما نسوا شوية اللي اعتبرات بتاعة التحايل هروح لطاقم التحكمي النهاردة محمد معروف حكم دولي طبعا لغبار عليه ادار مبارا في بطول ام افريقية الحكام اللي هي القائمة الاولى اللي مرشحة لكأس العالم ورح اعمل معسكر هو كابتن امين عمر الاثنين عندهم فرصة كوسة اوي اوي انه حدي فيهم يتواجد او هما الاثنين يتواجدوا وحيبقى شرف كبير جدا لمصر ان يكون فيها اتنين حكام في مرشحة لكأس العالم محمد معروف النهاردة عمل يعني ريكورد كواس اوي اوي في الدوري سواء المحلي او مباراة الافريقية لعب كان بروع عندنا النهاردة احد الدوري محمد معروف لعب المفارسة��ية وهو اي تحدي اول مباراة لكبتت العين اول مباراة ليه هذا المسم لنادي اهلى اول مباراة اول مباراة ما هي الاحسات كلمس اول مباراة اول مباراة وتمنى ليه التفكينا اليهرده ربنا يا ابو فرق وهو التقيم التحكم بالكامل اول مباراة الى محمد معروف لنادي الاهلي هذا المسم أدار في دور السوبر مباراة النادي الاهلي في صن الجن sebagai ميكا خارج مصر أدار مبارد أهلي سروميكا اللي الأهلي فاز فيها بهدف اللاشيئة. النهار ده هو عنده اختبارة سعبة عندنا محمد معروف. المساعد الأول شريف عبدالله من الحكام يا كابنين أيمن اللي يعني مش محظوظ كان فرد يبقى دولي شريف عبدالله ده حكم مساعد هيل جدا جدا من منطقة القاهرة. مساعد الثاني عداي عيد من سينة. يعتبر من منطقة محمد معروف الاثنين من سينة. حكم رابع أحمد حمدي وحكم في دول ممتاز طبعا حكم لغبار عليه. عندنا حكمين في تقنيات الفيديو وماشين كواس لحتى هذه اللحظة. عبعيز السيد فار وعندنا محمد عباس أبيل إفار. دول تقيم التحكيم. هرجع لمحمد معروف بنقول النهار ده مبره صعبة. تاني بقول مبره صعبة. والأحداث اللي فاتت يعني صعبتها عليك أكتر. النهار ده مصول منك إيه؟ مش هقول العدالة لأن عدال ده شيء المفروض يكون موجود. يعني مستطيعش نكلم في العدالة كابنين مستوى تحكيم كويس. التقديم مرضوط كويس أو في الفترة ده مهمة أو أو. ليك أنت كحكم لأن أنت عندك الأهداف أنت خارج تطلع ودوافع كتير جدا جدا. إن شاء الله أنا أتوقع وإن شاء الله بإذن الله محمد هيا مبره كويسة أوه أوه النهار ده هو وتقيم التحكيم. بنكلم على شريف عبد الله الحكم المساعد أيضا شريف ما عندوش مشاكل خالص ومعندوش أخطاء تحكمية عدي من حكام المتازين الحكم رابع أحمد حمدي كويس والفور النهاردة اتنين كويسين على تقنية الفور. تاني كتن الأيمن دايما إحنا مع الحكام في قناة القالية مع الحكام ومساندين ودعمين دايما لآخر فترة أخطاء تحكمية تبقى موجودة ولكن نطور من أداءنا. نطور ونهتم ونهتم ونشتغل مع حكامنا. مهم جدا أنك أنت تشتغل مع حكامكتن الأيمن. مش مهم أنك أنت تدير مباراة وبعدين تعمل لأ. 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 نشتغل مع حكامنا إن شاء الله بزنالي يكون التحكم في الفترة الجاية ليه دور كبير جدا جدا في يعني تقديم انطبع كويس للحكام وبعد المباراة نهاردة إن شاء الله نتمنى أن احنا نتكلم في الإيجابيات التحكمية وليس السلبات التحكمية كابتن الأيمن. وبالتوفيه طبعا لنادل أهلي ونادل التحاد السكنداري نهاردة إن شاء الله. شكرا جزينا كابتن ناصر شرفتنا و اللي جواك كله مطلعش. دينا القاء آخر بعد المباراة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزينا كابتن ناصر. طبعا شفنا كابتن ناصر وممكن أنا عايزة أقول حاجة إحنا إحنا مع حكامنا وبنسانة حكام. بس لما نشوف أخطاء لازم نتكلم فيها. مش حنسكت. مش حنسكت. ومش حنسكت لو ما خدناش حقنا ولو بقيت الفرقة برضو ما خدتش حقها ولو في فرقة خدت حق زيادة برضو مش حنسكت حنتكلم لأن لأن دي اتكلمنا فيها قبل كده وإيه عننا منها قبل كده وبنشوف الحكام دي المصريين بيجيدوا برة بصورة كبيرة ولما يرجعوا هنا شكل تاني. هل في سبب حنتكلم لو في أخطاء حنتكلم وما بنقولش تعمد لحد الوقت ما بنقولش تعمد بنقول إن في أخطاء لازم نتكلم في الأخطاء لازم نتكلم في الأخطاء مش حنسكت. ديني حقي ادي الفرقة التانية حقها لأن انت كده بتظلم فرق على حساب فرق بتدي فرق حق أكتر من حقها ولينا كلام بعد كده خلصت كلامي حنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل النجومنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة كابتن ماهر همام كابتن شريف عبد المنعم كابتن قسامة عرابي والكابتن أحمد بلال انتظرونا اشتركوا في القناة